يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون زيارته إلى الجزائر اليوم الثالث والأخير وقال مكرونه على الرغم من أن فرنسا لا تعتمد على الغاز الجزائري فإن الشاركات الجزائر مع إيطاليا مفيدة في الجهود الأوروبية للتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي كما تحدث مكرون أيضا عن الجهود المشاركة للحكومتين الفرنسية والجزائرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية إذن دعونا نتابع هذه الصور المباشرة للرئيس الفرنسي ليجمع الرئيسين الفرنسي مانويل مكرون وكذلك عبد المجيد تبون في هذه الزيارة زيارة الصداقة زيارة رسمية وزيارة الصداقة للرئيس الفرنسي الأولى من نوعها منذ 2019 بعد فترة من التوترات التي شهدتها علاقات البلدين إذن هذه صفحة جديدة يفتحها الجانب الفرنسي مع الجزائر لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات في الشق التجاري والاقتصادي كذلك كما هو متوقع بطبيعة الحال كان هناك في هذه الزيارة لدامة ثلاثة أيام مجموعة من المحطات اللقاءات المؤتمر الصحفي لجمع الرئيسين زيارة المقبرة لأثارة جدل كذلك بالنسبة للرأي العام الجزائري لقام بها الرئيس الفرنسي واليوم اختتم أيضا زيارته من مدينة وهران بمجموعة من اللقاءات مع عدد من المثقفين والسياسيين ورياضيين عموما بالعودة لهذا لنشهد الآن في الصورة لتوقيع الاتفاقيات ما بين الرئيسين تنضم إلينا من جزائر مرسلتنا ناهد زرواطي ناهد مرحبا بك معنا إذن اليوم الثالث والأخير لهذه الزيارة لمكرون ما طبيعة الاتفاقيات التي نتحدث عنها هنا وأهميتها في مسألة الشراكة ما بين البلدين ناهد إيمان بالفعل الصور التي تنقلونها الآن مباشرة من المطار الدولي وريمو مديا على مستوى القاعة الشرفية التي تجمع الرئيسين رئيس الفرنسي إيمان والمكرون ورئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الفرنسي الذي أتى قادما من ولاية وهران أو مدينة وهران ثاني أكبر المدن الجزائية في زيارة قادته إليها صبيحة اليوم طبعا كانت له عديد المحطات التي كانت على مستوى هذه الولاية ولكن قبلها عندما اجتمع الطرفين الجزائري والفرنسي هنا بالجزائر كانت لهم توصيات للوزراء البلدين حتى تكون هناك مباحثات على انفراد مثلا التجارة لاقتصاد الدفاع وأيضا الخارجية وعديد القطاعات على ضوء هذه الاجتماعات تقدم التوصيات الأخيرة على مستوى رئاسة البلدين ومنه تكون هذه التوصيات الأخيرة هي الاتفاق الأخير الذي سيوقع بين الرئيسين إيمان والمكهون وعبد المجيد تبون وهو اتفاق إحياء الشراكة لعديد القطاعات أخر اتفاق وقع هنا بالجزائر كان ما بين الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الفرنسي السابق فخوص وهولندا بعد عشر سنوات من سنة 2012 إلى اليوم يعني بعد عشر سنوات تجدد هذه الاتفاقية اليوم التي كان من المزمع المزمع أن توقع سنة 2019 بحضور الرئيس إيمان والمكهون ولكن بسبب التوترات والتجاذبات السياسية وقتها لم يحضر ولم يتم التوقيع على هذا الاتفاق يتوقع اليوم بعد ما يقول متابعون إذابت جمود الجديد الذي كان ما بين البلدين منذ ما يقارب الثلاث سنوات إذن ننتظر على مستوى القاعة الشرفية بالمطار الدولي التوقيع على الاتفاقية التي ستجمع الرئيسين وهي إحياء الصداقة وبعث الشراكة للعديد من القطاعات التي ذكرتها إيمان بالتأكيد شكرا جزيلا لك نهد زرواطي مرسلتنا من الجزائر